ملخص الأخبار على موقع كاين أراب نيوز المركزي الأوروبي يقترح تقييد الوصول إلى اليورو الرقمي لحماية البنوك أكبر تسع عمليات اختراق للعملات الرقمية في عام ٢٠٢٢ نادي كرة قدم أرجنتيني يحصل على أول توقيع للاعب مقابل العملات الرقمية منصة FTX تحصل على الموافقة من مركز التبادل والمقاصة في دبي وزير في حكومة سنغافورة يمكن عقد الزواج وقضايا المحاكم في الميتافيرس توقعات حول بيتكاين من حيتان العملات الرقمية جامعة هونغ كونغ تعلن عن خطتها لبناء الحرام الجامعي في الميتافيرس شركة ريبل العملاقة تعلن أنها ستعيد شراء عملتها من السوق الثانوية المجموعات الموالية لروسيا جمعت أربعة في المئة فقط من تبرعات العملات الرقمية المرسلة إلى أوكرانيا خبير يكشف عن أصول مقاومة لركود ورأى أن بيتكاين عملية احتيال كاملة وأخيرا ماسك إكس جلوبل تاقد قمة المستقبل نمط الحياة الحضرية في دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر